في طار جهود البنك المركزي الرامية إلى نشر الخدمات المصرفية بكل كفاءة ويسر في كافة ربع السلطنة قام فريق من مسؤولي البنك المركزي العماني والبنوك العاملة في السلطنة وجمعية المصارف العمانية بزيارة إلى محافظة مسندم وذلك للوقوف على كفاءة الخدمات المصرفية المتوافرة في المحافظة واستشفى في رضا عموم المنتفعين بها مع الارتقاء بتلك الخدمات لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية للمواطنين وأصحاب المؤسسات التجارية